ملتقى سلام الفنون المعاصرة في المسخة ديالو الثانية بلمسة جديدة ومتجددة بلمسة شباب يمية فلوية هو الهدف ديالو الأساس هو النشر القيام السلم والعيش المشترك عن طريق ثقافة والفن وهو الهدف الأساس للمؤسسة رحلة الفنون الحية لماذا صديقها؟ صديقها لأنها مدينة جالي التي تولد فيها وطلع رحل فيها في طفولة جالي ومدينة خاصة ثقافة والفن وخاصة مجموعة من الحوائج ولكن في المجال التقافي التنمي هذه الملحوائج التي نرى ممكن أن نساهمه فيهم وممكن أن نعطينا بحال عديل في هذه الخاصات لا يوجد مطرح، لا يوجد مركز ثقافي، لا يوجد أرويقة، لا يوجد مجموعة من الأشياء ولكن تضافر الجهود لدينا ومجموعة لدينا نحاول أن ننساهمه بشيء قليل في نشر الثقافة ملتقى سلام الفنون المعاثرة في هذه المسخة هي ملتقى التي تحمل تنوع الثقافي المغربي تحت شعار المغرب أرض السلام والعيش المشارك بحضور جميع المكونات الثقافة المغربية جميع الروافد الثقافة المغربية سحراوية، أمازيغية، عربية، إسلامية، متوسطية، أندلوسية وإفراقية يجب أن نحضر هذا الحضور في مجموعة من الأشياء التي أعطينا هذا الفن لهم بلمسة معاثرة لأنه كذلك يجانب تلم وهو الفن بالمئة بالمئة وهو فن المعاثرة لأننا بلا معان لأننا أختيك 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 نموذج الواحد الذي كينا فكينا نماذج أخرى لأن النساء في مجال أخرى فهذا أعطينا أعطينا كما كبيرا هذا العام للحضور من خلال برنامج من خلال لسلام أورد التي تشرف عليها لجنة أكاديمية وممثلين عن جميع الشركاء فكينا أسمع المنور من الناس الذين يحصلون على هذا الشريف وهذه الجائزة لسلام أورد لنضالها على الأطفال الذين يعانون متوحد كينا علمات الفيزياء ورئيسة المختبر للفيزياء الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذة والبكتورة كوتر حفيدي لأنها تشجع الشباب الذين يهتم بالعلوم في المغرب من خلال جميعها جميعها كوتر حفيدي للعلوم كينا كذلك المرحومة عائشة ونضالها الكبير والكبير كيفاش نتعيشوا مع الأمهات العزبات كيفاش نتعيشوا مع الأطفال المتخلة عنهم باعتبارهم هما مكون أساسي من مكونات المجتمع المغربي اللي أعطات مثل كبير كباش أن كيفاش شرائح المجتمع كلها ممكن نتعيش معها هذا هو الكيمية هذا العام لأنها ليست فقط تعيش بين الأديان والحضارات هذه جاء به خطاب الديني ونحن نتعيش ومشينا به وخطاب الديني سواء الإسلامي أو جميع أو الشرائع السماوية كانت تدعي لهذا فنعن بالتعيش والجانب الأخلاقي والجانب الأخلاقي الذي يعمل في الدولي وكيفاش نتعيش مع جميع أصناف المجتمع وجميع الأقليات الدينية والحالات الخاصة وطلع الأطفال لحل الأطفال المتخلى عنهم وغيرهم وغيرهم